مساء الخير الست أي ست بتفرح لما تلاقي جوزها بيهتم بيها لما تلاقيه بيخاف عليها عايز يعمل لها أي حاجة عشان يبسطها فرح بطل القصة حقيقية النهارد كانت مبسوطة بجوزها لما هتم بيها وهي حامل جاب لها فيتامينز عشان تقويها لحد ما اكتشفت إن الفيتامينز أو الفيتامينات دي مش فيتامينات ولا حاجة طلعت حجوب إجهاض عشان تسقط الجنين طب جوزها عمل كده ليه وإيه اللي حصل لفرح لما خدت الحبوب دي تعالوا نسمع الحكاية من الأول ونشوف فرح بعثة تقول لنا إيه اسمي فرح وعندي 22 سنة اتجوزت من 7 شهور من واحد أكبر مني في السن بعشرين سنة كان معرفة واحد قربنا وهو اللي عرفنا بيه وقال إنه إنسان كويس وإنه متجوز قبل كده وطلق وفي أول قعد التعرف قال لأهلي أنا هاجيب لفرح كل حاجة بتحلم بيها من الإبرة للصاروخ بس محدش يطلب مني أني أكتب قيمة كان مصمم على رأيه فاستغربنا من كلامه بس قربنا قيله فيها إيه ده إنسان كويس يا جماعة بلاش تضيعو من إيديكو وبعدين هو اللي هيجيب كل حاجة تكتبوا عليه قيمة ليه هي مش القيمة دي برضو عشان تضمن حق العروسة في الحاجات اللي هي بتجيبها توكلوا على الله بلاش تبعوز الموضوع فاسمعنا كلامه واتخطبت واتجوزت في ثلاث شهور بس تعرف بقى نقف هنا في الأول ثلاث شهور بس مش ده وقت قليل جدا يا فرح عشان تعرفي فيه شخص هتعيشي معاه لعمر كله بعدين بتقولي إن الفرق بنكو عشرين سنة مش دي حاجة محتاجة شوية وقت وتفكير قبل ما نشوف الموضوع ده هينفع نكمل فيه ولا لأ طب انت سألتي مثلا هو طلق ليه تعالوا نكمل أنا عارفة يا سيلي إن وقت الخطوبة كان قليل ويوم كتب الكتاب عرفنا مفاجأة لا كانت على البال ولا الخاطر عرفنا إن امراته الأولانية هي اللي خلعته وإنه ما طلقهاش زي ما كان قيل لنا ولما سألته إيه الخلعة ده قال لي حاجة زي الطلاقة كده بس امراتي هي اللي تنزلت عن كل حقوقها عشان أنا كنت سايبها زي البيت الوقف فهي خلعتني عشان ما تبقاش على زمتي عرفت المعلومة بعد ما كتبنا الكتاب وخلاص فاضطريت أسكت وعرفت بعدين إنه رمى طلقته وبانته الاتنين طبعا فيه أهالي كتير قوي بتشوف إنه خلاص بقى حصل كتب الكتاب بنت تتجوزت لازم نسكت لازم نسكت هي خلاص مراته دلوقتي أنا عايزة أقول لكو إنه اللي بيتعرض لموقف زي ده إحنا بنسكت ليه؟ هل دي مش علامة؟ واحد جيه وعادي يكذب علينا ما توقفوا هنا حتى لو إحنا كتبنا الكتاب هيحصل إيه؟ اتأكدوا قبل ما تسلموا بنتكم في الآخر الانفصال بعد كتب الكتاب بيبقى يعني حلاص كتبنا الكتاب بيبقى أرحم بكتير من لما إحنا نكمل في جواز وبعد كده تفاصيل تخوف ما يفعش نبعد وأوء وهينفع نكمل بعدها بعد كده إيه؟ هتبقى حامل طب ما نرجع ومنخفش من المجتمع عرفنا كل ده نكمل تعالوا نكمل بعد الفرح فجئت بجوزي جايب لي حبوب منع الحمل وقال لي أنا عايزك تاخدي كل يوم حباية في نفس المعاد وإياكي تفوت يوم من غير ما تاخديها إحنا محتاجين نأجل الخلفة شوية لحد ما إيه؟ ناخد على بعض أكتر وكمان عشان نلحق نبسط شوية قبل ما تحصل خلفة ونتلخم في المسئولية قلت له طب وأهلي قال لي ما تتكلميش معهم في حاجة دي حياتنا مش حياتهم وكل واحد حر في حياته قلت له ماشي وبدأت أخد الحبوب كل يوم زي ما اتفقنا بس الحبوب دي تعبتني جدا وكان رمضان داخل علينا فقلت خلاص كده كده رمضان بيبقى شهر لطبيعة خاصة والناس بتركز فيه في الصوم والصلاة والتزامات البيت مش هيحصل حاجة لو ما أخدتش الحبوب في رمضان وفرصة كمان أريح معدتي دا كان حصل اللي حصل ولقيت نفسي حامل وأنا ما عرفش بعد فترة بدأت أعراض الحملة تبن علي من تعب لدوخة لسدة نفس فجوزي قال لي هجيب لك تاست حامل من الصيدلية ونشوف لما جاب كان الوقت متأخر قلت له هبقى شوف الصبح أول ما صحيت من النوم وعملته لقيت نفسي حامل فصحيته وقلت له أول كلمة قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله إزاي وبعد كده فضل متدايق مش عايز يكلمني كل شوية زعق ويقول أنت ورطيني أنت تحكتي علي والغريبة أنه رغم كل ده رح قال لأهلي بنتكم مش عايز أتخلف وعملت عيط وأنا يا سالي ما عيطش غير من رد فعله اللي واجعني وصدمني كنت أول مرة أجرب فيها إحساس الحامل في حياتي بدل مفرح بقيت حزينة وخايفة نفسيتي تعبت جدا حصلت مشاكل كتير بسبب أن جوزي قال لأ أهلي كلام ما حصلش بهدلني جامد في البيت تخاني تبسيه ومع أهلي وأمي قالت لي مجلناش تاني لما عرف بالأمي قالته فضل ماسك جملتها علي قال لي شفتي أهلك رمينك محدش عايزك بطلت أكلم أهلي هم كمان بطلوا يكلموني لحد ما في يوم لقيته جاي يقول لي أنا هنزل الجنين وبعدها كل واحد يروح لحاله أنا بصراحة مش طيقك ولا عايزك قلت له لأ مش هرتكب زنب زي دا ولا هعرض نفسي للخطر عشان خطرك بعدها بفترة قال لي خلاص أنا رجعت نفسي وفقت اللي في بطنك مش هينزل وكمان أنا سألت دكتور على فيتامينات تأويكي على الحمل وكتب لي الفيتامينات دي فرحت يا سالي وقلت أخيرا ربنا حنن قلبه علي وضميره صحي بدأت فعلا أخذ الحبوب اللي أقنعني إنها فيتامين ومجرد ما خدتها حصل نزيف رهيب وقتها نسيت كل المشاكل والخلافات كلمت أمي حكت لها على اللي حصل فجت للبيت وقالت لجوزي أنا أخدها أكشف عليها عشان البنت تعبانة جامد ودخلت المستشفر واكتشفت إن الحبوب اللي جايبها لي حبوب إجهاض وإن جايلي سكر حمل ونقص في المعادن وكنت هموت وقعدت في الرعاية خمستاشر يوم جوزي ما سألش فيهم علي فجأت بي بعد ما خرجت من المستشفى عملي بلاك وكلم بابا وقال له إحنا عايزين لنا الموضوع ده وكل واحد يروح لحقه فأبوي وأمي رحوا للمحامي المحامي قال نقعد مع بعض ونشوف الدنيا فيها إيه أول ما جوزي شاف المحامي قال فرح دي مراطي حبيبتي أنا بحبها ومش عايزة طلقها مين قال كده ده إحنا بنجري على الصلح فالمحامي قال لي ما ينفعش إحنا لنطلب الطلاق ساعتها جوزك وأهله هيقولوا تنزلوا عن كل حقكم طالما أنتوا اللي عايزين تسيبوا كده كده الجنين لسه في بطنك واستني لحد ما تولدي وساعتها هنعرف ناخد كل حاجة منه لأنك هتبقي حضمة وأهلي اتفقوا مع جوزي إنه ييجي كل أسبوع عشان يشوفني ويتطمن على أحوالي لكن جوزي بعدها اختفق طول فترة الحمل خلص حابه الرجالة يكلموني في التليفون مع إنه عنده أخوات بنات ممكن يكلموني وطول فترة الحمل دي ولا سأل علي ولا صرف علي يا جنيه ولا على علاجي وأهلي المصاريف كترت عليهم قوي وأنا دلوقتي متعلقة مش عارف أعمل إيه قولولي أعمل إيه تعودنا خلاص في البرنامج إنه بعد ما بتحصل المشكلة بنقول قولولي أعمل إيه تنتيق قصتنا على قولولي أعمل إيه طب إحنا مش كان لازم نرجع نفسنا من الأول رسالة فرح السؤال دلوقتي مفروض بقى تعمل إيه مع جوزه وتتصرف إزاي طب راجل زاي ده ينفع تكمل معاه هل يؤتمن على مراته طب هل يؤتمن على ابنه أو بنته لجايين هو رمى بناته من طلقته الأولانية طيب وبعدين هنفضل كده زي البيت الوقف الموقف اللي إحنا فيه دا يتحل إزاي معلش هنا بنيجي بعد ما بنعمل المشكلة وبندور على حل ما قدمنش دلوقتي غير أنه ندور على حل ترجمة نانسي قنقر